شرح استخدام تطبيق رايدر من هانجل ستيشن أولاً أعداد التطبيق تحميل التطبيق بعد تسجيل رايدر في النظام وتفيل إسابة ستصل رسالة تحتوي على راغب تحميل التطبيق مع اسم المستفدم وكلمة المرور بعد فتح الرابط ستظهر صفحة التحميل قم بالضغط على زر التحميل لتبدأ تجربتك مع هانجل ستيشن ستظهر عليه الصفحة في حالة حظر تطبيق التطبيقات التي لم يتم الحصول عليها من متجر Play يجب تفعيل المصادر غير المعروفة عن طريق الضغط على الضغط ثم تفعيل المصادر غير المعروفة ثم الضغط على تفديق تسجيل الدخول يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور رسالة نصية على رقب الجواب وفي حالة عدم تسلام رسالة نصية يتم التواصل معنا لإرسالها لك تفعيل التطبيق أيضاً ستظهر لك علامة البرجر أعلى الشاشة على اليمين وهذا يدل على أنك متصف حالياً بالإنترنت إذن انتظر هذه العلامة هذا يدل على أنك غير متصل ويجب التأكد من الاتصال يجب التأكد من أن التطبيق فعال إذا لم يكن فعال فلن تستطيع كرايدر من استقبال الطلبات ثانياً التعامل مع الطلبات الصفحة الرئيسية للطلبات بها اسم المطعم ورقم الطلب وطلب جديد الدخول على تفاصيل الطلب تكون لما الطلب تساوي صفر عندما يكون الطلب مسبقة دفع بري باي أي تم الدفع بواسط البطاقة الإتمانية طلب مسبقة دفع عند الضغط السهر يتم إظهار تفاصيل الطلب كيفية وعالجة الطلبات كل طلب يتكون من مهمتين وما مهمة أخطي الطلب من المطعم ومهمة توصيل الطلب بالعمل كل مهمة تحتوي على عدة خطوات كما يلي يبين كيفية معالجة الطلبات في الخطوات من الضروري الالتزام بإتمام الخطوات في أوقاتها وذلك لحفظ حقوقك ومستوى القياس أدائك وذلك لرفع تقيمك وبالتالي عقائق الأولوية عند إرسال الطلبات الطريقة الأولى الطلبات مسبقة الدفع الشريط الأزرق وعلامة البطاقة الإتمانية تشير إلى أن الدفع الإلكتروني ولا يتم بحسب الأمر بالدل من الأمر عند وصول طلب جديد أولا يتم الضغط على زر قابول الطريقة الثانية طلبات الدفع النقدي عند الاستلام قيمة الطلب نقدا الشريط الأحمر وعلامة ورقة النقديا تشير إلى أن الدفع نقدا عند الاستلام المهمة الأولى استلام الطلب من المطعم ثانياً بالمهمة الاستلام الضغط على زر إبدأ مهمة الاستلام ثالثاً فتح خارطة موقع المطعم الضغط على خارطة موقع المطعم لمعرفة موقعه والتوجه إليه رابعاً إمام مهمة استلام الطلب عند استلام الطلب من المطعم يجب تضغط على زر استلمت الطلب وبالتالي تنتهي مهمة الأولى ملاحظة عند إتمام مهمة استلام الطلب من المطعم يجب أولاً أن تكون استلمت الطلب فعلياً وأن تضغط على زر استلمت الطلب وأن تداخل المطعم أو على بعد من أذي متر على الأقال من المطعم وإلا لن تستطيع إثناء الخطوة المهمة الثانية توصيل الطلب إلى العمل أولاً بدء مهمة التوصيل بعد استناء الطلب يتم الضغط على زر يبدأ مهمة التوصيل وذلك يبدأ مهمة التوصيل للطلبي للعمل ثانياً فتح خريطة طنق العميل الضغط على خريطة طنق العميل لمعرفة طنقه والتوجه إليه ثالثاً اتمام مهمة توصيل الطلب بعدما يتسلم العميل الطلب يتم الضغط على زر إنهاء المهمة وبالتالي تكون قد أتممت المهمة الثانية وتم تحديث رصيد المحفظة